قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا إن خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم في ضد قلة المساعدات هذا وحضرت الوكالة من توقف عمليتها بحلول نهاية فبراير الجاري مضيفة أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه خطر التفاقم بعد أن قررت ست عشرة دولة تعليق دعمها شديد وكارثي هذا هو تأثير وقف مساعدات وكالة الأم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فالفلسطينيون في غزة يعتبرون أن وقف التمويل للوكالة هو حكم بالإعدام في ظل قلة المساعدات والمجاعة التي يعاني منها القطاع ادعاءات إسرائيل بأن 12 موظفا في الأونروا متورطون في هجوم يوم السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى قيام الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بقطع التمويل وإعادة إثارة الجدل حول أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في غزة تحالف يضم 20 منظمة إغاثة دعا إلى استعادة التمويل معتبرا أنه لا يمكن استبدال مساعدات وكالة الأونروا فالوكالة توظف الألاف وتوفر المساعدات والخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي غزة بشكل خاص فهي تعتبر المزودة الرئيسية للطعام والماء والمأوى للمدنيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الأونروا تدير مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية في غزة وتقدم خدمات اجتماعية أخرى وباعتبارها القناة الرئيسية لتقديم المساعدات في القطاع الصغير المزدحم فإنها تمثل الآن لعدد كبير من الفلسطينيين الأمل الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة مأساوية لهم ولكن مع وقف تمويلها الذي تقدمه تلك الدول حذرت الوكالة من أنها ستضطر إلى وقف دعمها في غزة بحلول نهاية فبراير الجاري